هو يوم استثنائي حلقة استثنائية لأن المباراة مباراة كنمة مباراة دربي مباراة كبيرة بين الأهل والزمالك دائما مباراة كبيرة دائما مباراة نستمتع بيها دائما مباراة قدامها ووراها وكل مكان الناس تتحدث عن الأهل والزمالك مين هيكسب؟ ده السؤال اللي انت بتتسقله كل شوية مين هيكسب النهاردة؟ الأهلي ولا الزمالك؟ الاهلي اللي عنده خسارة في نهاية دورة أبطال أفراقيا الاهلي اللي عنده مدير فني مشي ولا الزمالك اللي بيعاني من غيابات كثيرة اللي بيعاني من نتائج لسه مستقرتش بنسبة 100% وإن كان هو الآن أحسن وأفضل بكتير وفي صدار الجدول ترتيب الدوري كل الظروف في هذه المباراة ممكن تبقى على الورق ظروف صعبة للاهلي والزمالك ده من ناحية عنده ظروف صعبة وده من ناحية تانية عنده ظروف صعبة لكن طبقى مواجهة الأهلي والزمالك دائما هذه الجملة الشهيرة هي مواجهة خارج التوقعات ما تقدرش أبدا تقول إن مين هيكسب ما تقدرش تقول الأهلي هيكسب ما تقدرش تقول الزمالك هيكسب ما تقدرش تقول حتى التعادل آه احنا بنهزر مع بعض كل واحد يرمي توقع كده يقول لك الله المباراة تخلص واحد واحد والله تخلص واحد سفر هنا واحد سفر هنا واللي يتوقع نتيجة كبيرة هنا ولا هنا بس المباراة دي هي حالة حالة في الملعب الزمالك فاي هيكسب الأهلي فاي هيكسب نتيجة صغيرة نتيجة كبيرة ما تعرفش الله وأعلم المباراة دي تحديدا صعب جدا تتوقع نتيجتها أي مباراة تانية ممكن تتوقع نتجة أي نعم تسعين ديئة مفهومش كبير ولا صغير حتى لو مباراة بين الأهلي طرفها الأهلي أو طرفها الزمالك مع فريق آخر آه أنت على الورقة تقول الأهلي هيكسب على الورقة تقول الزمالك هيكسب لكن الأرض بيبقى أرض ملع فيها حاجة تاني لكن دي تحديدا مواجهة خارج التوقعات تماما نستمتع بقى بالمواجهة نشوف مواجهة حلوة نشوف مواجهة طاليك بالأهلي والزمالك نشوف مواجهة يرد بيها كل هؤلاء اللاعبين على كل ما نشكك في يوم الفترات الماضية وأنا واحد منهم الآخر يعني شكونات تحدثنا عن قالة اللاعب المصري القالة في الأهلي والزمالك عامل إزاي الأداء عامل إزاي فرستك رد كده وقول أنا الأحسن أنا الأفضل ده من ناحية اللعيبة من ناحية المدربين فأنت عندك فريرا هذا الخبير الكبير الرائع وعندك سامي أمصان المدرب المحترم اللي غالبا غالبا هياخد فرصة لنهاية الموسم ليه؟ راجل بيشتغل راجل بيتعب راجل بيجتهد سامي أمصان ما كانش من نجوم الصف الأول وهو بيلعب كورة بس غالبا هيبقى من نجوم الصف الأول وهو مدرب عشان بيشتغل ويجتهد على نفسه جوزوالدو بيريرا هذا الرجل الخبير المكير الرائع له من خبراته العديدة اللي تخليه يلعب مواجهة زي دي حتى لو عنده غيابات كثيرة فهي مباراة على مستوى المدربين وعلى مستوى اللاعبين مين يكسب؟ الله وأعلم مين يبقى أحسن؟ الله وأعلم مين اللاعب اللي هيتقلق في هذه المواجهة ويبقى هو اللي منور ويبقى نجمل مباراة؟ ما تعرفش المهم خلونا نفرج على كورة حلوة خلونا نفرج على كورة فيها روح رياضية حقيقية ممكن تقول أنه يعني الوضع مش جميل بالنسبة لكل اللاعبين الوضع حاليا مش جيد لكل اللاعبين جيين معظمهم من منتخب مصر الحلم ما تصرش عدوة لحبيب في المنتخب ومشواره في تصفيات كثيرة من الأفريقية وحتى المواجهة الوضعية قدام المنتخب الكوري تعرضوا لانتقادات عديدة زي ما المدير فني بتاعهم تعرض لانتقادات عديدة ولكن ولكن إذبت بقى وريني شطرتك وريني مهرتك وريني إبداعاتك دي مباراة حرفيا بيتفرج عليها الناس في كل حتة في العالم بتقولي في كل حتة في العالم أقولك أهو المصريين يعني وفي الوطن العرب يفرجوا عليها في كل مكان في العالم هي المباراة الأهم في الوطن العرب والقرار الأفريقية كل الناس بتتبعها كل الناس بتفرج عليها شرفونا بقى فرحونا بقى شرفونا وفرحونا إزاي بقى دقا حلو كرة حلوة بكرا الملعب يبقى جاهز إن شاء الله وشكله حلو التصوير يبقى حلو وجميل وشايفين صورة أوروبية في الائتين بيلعبوا كرة حلوة ما فيش خناقات ما فيش مشاكل ما فيش زعل نلعب كرة تسعين دي أو اللي يكسب يكسب أنا عارف إن الكلام ده بيبقى مقرر في كل المباراة بس إحنا دلوقت تحديدا عايزين نشوف صورة مشرفة للكرة بتاعت بلدنا إش إحنا تعبنا أول يومين اللي فاتوا دولي تعبنا تعبنا اللي حصل مع المنتخب واللي حصل مع الأهلي اللي حصل مع الأهلي نتيجة في الملعب بتاعت دورة أبطال أفريقيا وطبعا اللي حصل خلف هذه المباراة الكل اللي بيحصل فيها من اتحاد الكرة وخلافه الحالة دي محتاجين نشوف فيها كرة حلوة بكرة وحضرتك بقى كمشجع استمتع شجع فريقك أقول الكلام ده للجمهور اللي هيروح المدرجات والأهم بالنسبة لي الموجودين على السوشيال ميديا شجع فريقك يا أخي استمتع بفريقك افرح بفريقك انسى بقى شوية المنافس ما تفضلش تقول الوقت شغل نفسك بالمنافس عمل ايه ولعب ازاي ومين قال ايه ومين ما قالش ايه والحاكم حسب ايه ولا ما حسبش ايه استمتع بالمباراة تعالوا مرة كده نستمتع بتبدأ المباراة وتنتهي أهلي أو زمالك في أي مكان في العالم أي دربي بيبقى فيه إثارة وفيه حماس أو ما تخلص المباراة خلصت المباراة اللي كسب كسب واللي خسر خسر انا بقول من دلوقتي ليه عشان عادة لما الاهل بيكسب الزمالك يعترض لا اي سبب الزمالك يكسب الاهل يعترض لا اي سبب لا اللي هيكسب بكرة هيكسب عشان لعب كرة حلوة واللي هيخسر بكرة هيخسر عشان ما وفقش وممكن انه برد تخلص تعادل في الاول والاخر وممكن التعادل برضو ما يرضيش طرف من الاطراف بس نلعب كرة حلوة نلعب كرة ممتعة وبالمناسبة انا قلت الكلام ده من يومين وهو قرره تاني اخر حلقة عملناها قبل الاجازة يوم الاربع اللي فات بلاش مباراة الاهل والزمالك تنسينا حلنا في الكرة المصرية احنا قلنا عايزين تعادلات كتير وقلنا عايزين تصحيح مصر كبير مش عايزين ننسى ده انا خوفي وقالقي ان المباراة الاهل والزمالك واحداثها والكسس ومين كسر ومين خسر والكلام ده كله ينسينا الاهم من تخم مصر الكرة بشكل عام نطورها ازاي يبقى عندنا قاعدة نشئين كويسة ازاي يبقى عندنا ناس محترفة كتير زي كل دول افريقيا ازاي يبقى عندنا تحكيم محترم ازاي يبقى عندنا مسابقات منتظمة ازاي يبقى عندنا مدير المدير فني المنتخب عنده استقرار ويكون مدير فني كبير ومميز منتخبات نشئين وشباب يكونوا كويسين كل ده مش عايزين ننسى في وسط الاهلي والزمالك ينوى تماما طيب